اشتركوا في القناة قال عيسى بن مريم عليه السلام إن أعظم الذنوب أن يقول الرجل الله يعلم أني صادق والله يعلم أنه كاذب عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال فإن صبر حتى يأتيه آتاه الله تعالى وإن جزع فتناول شيئا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال قال يحيى بن معاذ رحمه الله إن العبد على قدر حبه لمولاه يحببه إلى خلقه وعلى قدر توقيره لأمره يوقره خلقه وعلى قدر التشاغل منه بأمره يشغل به خلقه وعلى قدر سكون قلبه على وعده يطيب له وعيشه وعلى قدر إدامته لطاعته يحليها في صدره وعلى قدر لهجه بذكره يديم ألطاف بره فلو لم يكن ابن آدم الثواب على عمله إلا ما عجل له في دنياه لكان كثيرا وعن مكحول رحمه الله قال أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا وهذا عبد الله بن عون الذي قال عنه خارجة بن مصعب صحبت عبد الله أربع وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة ويقصد بذلك الفترة التي صاحبه فيها لا يذكر أنه عمل أي معصية هذا والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين